السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو قبل ما مبدأ وما تنسوش لكم تصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد استدعاء هذا الحارس لانه مستوى متذبذب عودة نبيل بن طالب لعب نادي انجي للمنتخبة الجزائري ودافع هذا يرتكب اخطاء اللي تكون متكررة في لعب جيد مستوى عالي جدا وصار محرزي لعب واحد اللعب سلبي مميل جدا وما تنسوش لكم تفرجوا الفيديو حتى الاخر تدعمونا باللايك وتعطونا رايكو في التعليق والحمد لله بعد انتظار طويل هذه قائمة المنتخبة الجزائري اللي اعلن عليها جمال بالماضي للمواجهتين الوديتين نحن لعبوهم ضد غينيا ونيجيريا نتمنى وكون التوفيق للمنتخبة الجزائري ولكن قبل كل شي انت كمشاهد عزيزي المتفرج انك تعطينا رايك في التعليق على هذا القائم وماش كون اللعب يستحق التواجد ومن اللعب الذي لا يستحق التواجد في هذه القائمة المهم بطبيعة الحال انا كذلك راح نمد رأيي كخليفة علال وكمشجع للمنتخب الجزائري ورأيي يقدر يكون غلط ويقدر يكون صحيح ايضا ما كانش فينا الكامل والكمال الله وايضا جمال بالماضي يقدر يكون غلط نبدأ بحراس المنتخب الجزائري عندنا ثلاث حراسة كما راكو تشاهدوا معنا اول حارس نبدأ به نتكلم عليه هو انتونيو موندريا لرغم يتعلق مع نادي كانو كل مباراة يكون رجل المباراة بجدارة وباستحقاق واعتقد ايضا انه يستحق الاستدعاء في قائمة المنتخب الجزائري انا نشوف هذا الحارس مستقبلا او في المستقبل القريب راح يكون هو الحارس الاول في المنتخب الجزائري لانه ما شاء الله عليه صاحب امكانيات كبيرة وشفناه في السابق في مباراة ضد المنتخب الجزائري مع منتخب ايران في مباراة ودية لعبها وتقلق فيها برافو لينتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله اما الحارس الثاني هو اوكيجدا صراحة انا واحد من الناس كخاليفة علال كرأيي ضد استدعاء هذا الحارس لانه مستواه متذبذب كل مباراياتي تلقى عدد من الاهداف مباراة الاخيرة تلقى فيها بطاقة حمراء وكان سبب في خسارة فريقه ايضا انه كبير في السن يعني صراحة مثله مثل رايس وابن بولحي اللي هو موجود في هذا القائمة كنت نتمنى انه عدم تواجد اوكيجدا ويكون هناك حارس شاب مع هاد الحراس مع انطونيو موندريا مع مصطفى زغبة باش يتأقلم معهم ويددي معهم خبرة باش هكا نبني مستقبل المنتخب الجزائري اما عن مصطفى زغبة ما شاء الله له حارس جيد متألق رغم انه يلعب في الدوري يعني السعودي ما واش يلعب في دوري اوروبي كبير ولكن ما شاء الله له مرضود التعو جيد وبرهن على ذلك حتى مع المنتخب الجزائري ان شاء الله المزيد من الفرص مع المنتخب الجزائري باش نشوفوه ونزيدو نحكموه لأكتر اما امكانياته هو حارس جيد وصاحب امكانيات كبيرة. ثاني شي قائمة المدافعين على رأس القائمة عدنا عيسى مندي لعب فيا ريال ما هوش مندي تأيام زمان اللي كان متألق مع بيتيس وكان واحد من افضل المدافعين حاليا بعد انتقاله لفريقه الجديد فيا ريال ما هوش يلعب بانتظام وهذا الامر اثر على مرضوده وعلى مستوى اللي خلى مستوى هي تراجع نوعا ما وما ننسى ايضا الكبر في السن ولكن رغم ذلك عيسى مندي دائما في اي مبارة يشارك فيها يكون متألق لانه اللاعب صاحب خبرة كبيرة وعنده ايضا امكانيات جيدة جدا نتمنى له كل التوفيق على كل حال وايضا عيسى مندي يتواجده في المنتخب الجزائري لانه يعد واحد من ركائز المنتخب يستفاده منه اللاعبين الجدد واللاعبين الصغار يدمنه خبرة كبيرة جدا نتمنى له كل التوفيق والمدافع الثاني عبدالقادر بدران عبدالقادر بدران ممكن انا ضد استدعاءه المنتخب الجزائري وهذا رأيي جامل بالماضي ويحترم على كل حال وهذا رأيي انا ايضا وانتو ما تحترموا بطبيعة الحال انه علاش بدران لانه يلعب حاليا في الدول السعودي مستوى متدبدب والمدافع هذا يرتكب اخطاء اللي تكون متكررة ويكلفك اهداف للأسف بدران تقيل بزاف بنسبة كبيرة جدا نتمنى انه تواجد في مكانه مدافع يكون شاب باش نبنيه عليه مستقبل للمنتخب الجزائري ولكن هذه هي قائمة جمال بالماضي ايضا كما ركوا تشوفوا معانا في القائمة موجود عنا محمد امين توقاي هذا المدافع من افضل اللاعبين ليعجبوني الشباب في الدفاع لانه جيد لعب ارزين يعرف كيف يفتك الكرة بطريقة جيدة بطريقة سلسة بدون ارتكاب الاخطاء وذاكي جدا جدا ما شاء الله عليه نتمنى له كل التوفيق وبالأخص نتمنى له انه يحترف ويخرج من نادي التراجي في اقرب وقت ورابعا عندنا احمد توبة ما شاء الله عليه غني عن تعريف لعب جيد مستوى عالي جدا ويلعب في العديد من المناصب مكسب حقيقي للمنتخب الجزائري ونشوف حاليا احسن مدافع جزائري موجود في المنتخب الجزائري في كل المناصب الموجودة في الدفاع لانه كل المناصب يقدر يلعب فيها احمد توبة امكانيات كبيرة ربي وفقه ان شاء الله مع نديه وان شاء الله نشوفه في نادي كبير مستقبلا ايضا عودة يوسف عطال للمنتخب الجزائري نتمنى له كل التوفيق وربي بعد عليه الاصابات يوسف عطال مستواه والاداء اللي قدمه غني عن تعريف لاعب جيد جدا ويقدم اضافة كبيرة جدا للمنتخب الجزائري نتمنى فقط انه الاصابات تبعد عليه ويستمر في مشواره ان شاء الله ايضا عدنا حاكيم زدادك اللي رو متألق حاليا مع ناديه الجديد نادي ليل نتمنى له كل التوفيق واللي هو اللي رح يكون بديل ليوسف عطال امر جيد صراحة يكون عندك في منصب واحد لعبين جيدين بمستوى جيد ومستوى عالي عندك حاكيم زدادك وعندك يوسف عطال اتنينهم في نفس المنصب وهذا امر يعطي حلول كبيرة لجمال بالماضي ويعطيه ارياحية كبيرة شكون باش يختار وشكون باش يلعب اللاعب ليكون جازية تامة وكبيرة يقدر باش يلعب يقدم اضافة كبيرة للمنتخب الجزائري وهذا الامر ايضا زايد للمنافسة ما بين اللاعبين باش يخدموا على روحهم اكثر وايضا عندنا رامي بن سبعيني ما شاء الله اللي حطها فيه في المباراية الاخيرة رامي بن سبعيني تطور رهيب وكبير جدا نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله راح يقدم اضافة كبيرة في المنتخب الجزائري انا نحسبه ركيزة ولاعب يكون مهم جدا في المنتخب الجزائري يكون في يومه ويكون اساسي ويقدم اضافة جيدة جدا ايضا عندنا بن عيادة حوسين اللي رأوا انتقل حاليا للودادة المغربي صراحة حوسين مستواه يعني يكون جيد ومرات متدبدب صراحة هذا اللاعب نتمنى فقط انه يبعد على الاخطاء لانه يرتكب اخطاء مثله مثل البدران كما تكلمنا اتقال شوية يديره اخطاء وهذيك الاخطاء اللي تكون متكررة هي اللي تكلفك اهداف يعني المدافعين تاعك يكونوا يشكلونك خطر اكثر من المهاجمين اللي يكونوا تعلموا نفس وايضا كما ركوا تشوفوا معنا هذا القائمة فيها غير صحاب الميليو صحاب الوسط اول على رأس القائمة اسماعين بن ناصر استدعاؤه يعني مفروغ منه لاعب جيد جدا مستوى عالي حاليا نحسبه هنا افضل لاعب جزائري محترف في كل الدوريات ما شاء الله ليه مستوى عالي وهذا اللاعب كان كتير الناس ينتقدوه ناس ضده ناس مع استدعاؤه انا صراحة مع استدعاؤه لان هذا اللاعب مازال شاب مازال صغير ولاعب مهم من الناس ليفهموا التاكتيك في كرة القدم يقدر يفهم لعب ودور يعني رام الزروقين اللي رو يقدمه في اوضية الميدان لانه اللاعب مهم جدا كيتحرك بالكرة او بدون كرة اضافة حقيقية باتم معنى الكلمة ايضا كما راكوا تشوفوا معنا عدنا ادم زرقان اللي راوه ما شاء الله له متألق مع فارقه يسجل اهداف يقدم تمريرات كل المباريات يكون فيها يعني لاعب جيد ومميز وادى ايضا في ثلاثة يعني جوالات يكون هو رجل المباراة من اوف دماتش واثنين مرات يكون في التشكيلة المثالية للدوري البلجيكي يعني هذا اللاعب راو يطور بنسبة كبيرة جدا وما ننساوش ايضا انه صغير في السن لانه صراحة حاليا انا واحد من الناس كخريفة علال صار يهمني انه اللاعبين يكونوا صغار في السن لانه باش تقدر تبني عليهم مستقبل للمنتخب الجزائري وايضا عودة هشام بوداوي للمنتخب الجزائري بعد شفاءه من الاصابة نتمنى له كل التوفيق وربي بعد عليه الاصابات لعب جيد صغير في السن تطور رهيب حاليا صراحة من الموسم اللي فات حتى الموسم هذا ويقدر في مستوى جيد وما ننساوش انه حاليا يعاد من ركائز نادي نيس باش تكون ركيزتها نادي نيس يحب لك صديقي نتمنى له كل التوفيق وربي يكون معاه ايضا كما ركو تشوفه معانا مفاجأت بالنسبة لي تعجمال بالماضي عودة نبيل بن طالب لعب نادي انجي للمنتخب الجزائري حاليا الموسم هذا متألق مع نادي انجي ويقدر في مستوى جيد وكبير جدا وكنت نتمنى جامال بالماضي انه يرجعه والحاجة اللي نتمنى من يعني نبيل بن طالب انه يحسن من عقليته لانه نبيل بن طالب لعب صاحب امكانيات كبيرة ورح يقدم اضافة كبيرة وشفاه على كلامي في وسط الميدان ولكن المشكلة اللي عنده هذا اللعب هي عقليته يعني يتنرفز لعب مزاجي هذا الامر اللي خلى في مشواره انه دائما يكون متراجع يتنقل من فريق الى فريق وما يكونش مستقر في فريق جيد نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله نشوفه متألق مع المنتخب الجزائري وايضا عدنا لها من البطولة الوطنية اللي هو مريزق لعب شباب الوزداد نتمنى له كل التوفيق هذا اللعب انا ما نقدرش نتكلم عليه بزاف وما نقدرش نحكم عليه لاني صراحة لا اشاهد البطولة الوطنية نشاهد شوية شوية ممكن ولكن ما نشاهدش لانه الملال يا صديقي للأسف ما نقدرش نحكم عليه ولكن نتمنى له كل التوفيق على كل حال مع المنتخب الجزائري وكما تشاهدوا معنا على رأس القائمة للمواجمين عدنا رياض محرز للأسف محرز ما هوش محرز اللي نعرفوه مستوى حاليا مع نادي السيتي صار متراجع بنسبة كبيرة جدا وصار عنده مشاكل مع بيب جوارديولا شوفنا في اخر مبارات محرز خرج مقلق لانه للأسف من حق بيب جوارديولا انه باش يغيروا في تلك المبارات لانه ما قدم ولا اضافة وصار محرز يلعب واحد اللاعب سلبي مميل جدا انه يرجع الكورات للوراب بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله شوفوه يتحسن ونشوفو محرز اللي كان متألق واللي كان يقدم الاضافة يعني سوى مع ناديه ونتمتع به وكذلك مع المنتخب الجزائري ويفرحنا ان شاء الله اللاعب الثاني اللي هو ادم والناس المايسترو المتنقل حاليا لنادي ليل الفرنسي وراو يتقلق وراو يقدم في مستوى جيد ومرضود رائع نتمنى له كل التوفيق واهم شي نتمنى انه الاصابات اتبعد من ادم والناس لانه الاصابة حرمتنا منه كثيرا هذا اللاعب يوسف بالليلي اللي رانا صراحة ما شوفناش مع براست هذا الموسم يتقلق وما زال ما دار ولا شي بداية موسم نتمنى له كل التوفيق وان شاء الله يرجع بالليلي اللي نعرفوه وان شاء الله مع المنتخب الجزائري يمتعنا ونستمتعوه ملال ابراهيم يلعب نادي نيس لعب جيد ولعب هذا راح يقدم اضافة للمنتخب الجزائري وباهم شي انه هذا اللعب يلعب يعني في مركزين مختلفين يلعب يعني يعني كجناح ايمن ويلعب ايضا كجناح ايصر ويقدر ايضا حتى يلعبه جمل بالماضي كمهاجم ويلعب يعني في وسط الميدان نتمنى له كل التوفيق صغير في السن صاحب امكانيات كبيرة وراح يقدم منه الاضافة ان شاء الله عودة اندي ديلور للمنتخب الجزائري راح يقدم اضافة هائلة لهجوم المنتخب الجزائري ان شاء الله نشوفوه متألق ويسجل العديد من الاهداف مع المنتخب الجزائري ايضا عدنا في الهجوم اسلام سليماني صاحب الخبرة الكبيرة ان شاء الله نشوفوه ايضا هو يتألق ويسجل الاهداف لانه هذه مهمة المهاجمين انه يسجلوا الاهداف ويفرحونا وايضا عمورة متواجدة في القائمة اللي ان شاء الله نتمنى له انه يتألق من الهداف خبرة اسلام سليماني ان شاء الله يستفد منها عمورة كصغير في السن ويدي خبرة من اندي ديلور ومن اسلام سليماني ويتعلم منهم مدام وهو صغير في السن ونشوفوه متألق مع هادا المواجمين الكبار الاثنين ويفرحونا ويفرحو الشعب الجزائري ان شاء الله المهم خوتي وصنع نهاية الفيديو ما تنساش انكم تعطونا رأيكم على هادا القائمة وشكون اللعب اللي فرحتوا بيتواجدوا وشكون اللعب اللي كنتوا تتمناوها انه يكون ومهوش موجود في هادا القائمة اللعب اللي كنت نتمنى انه يكون في هادا القائمة ومهوش موجود للأسف اللي هو ياسين ابراهيمي اللي رأيه متألق حاليا ويقدم في مستوى جيد ومستوى رائع على كل حال نتمنىوله كل التوفيق هذي خيارات جامل بالماضي هو مدرب المنتخب الجزائري ويتحمل مسئولية خياراته في نفس الوقت احنا كمشجعين نحترموا الرأي تاو ونحترموا اختياراته وعنده هو كل الحرية في هادا الاختيارات نتمنى وتوفيق للمنتخب الجزائري واحد موفق تحية الجزائر في كل الاحوال